موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب التعليم الفن الزراعي أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة على قناتكم قناة التعليم الفن حلقة إن شاء الله هتكون استكمالا للجزء اللي كاملناها مع حضراتكم بخاصة بوحدة إعداد الأرض لزراعة نباتات ومحاصيل الفكهة والأشجار الخاصة بنباتات الزينة في الحقل المكشوف والزراعة المحمية ودي حلقات خاصة بوحدات برنامج فني حاصلات بستانية لطلاب الصف الأول نذكر حضراتكم بالجزء أو المهارات اللي احنا اتضربنا عليها في الحلقة السابقة الخاصة بعمليات تجهيز الأرض تعرفنا مع حضراتكم على أنواع الأراضي وكيفية الحكم على صلاحية هذه الأراضي لإجراء عملية الحرط وأيضا إزاي أننا نقدر أحكم أن عملية الحرط اللي عندي وعملية التخطيط تمت بشكل جيد ووصلنا مع حضراتكم في نهاية الحلقة السابقة إلى إجراء عمليات حفر الجور وتجهيزها لزراعة الأشجار عمليات حفر الجور وضحنا الجزء الخاص بالأبعاد المختلفة لإجراء عمليات حفر الجور ووضحنا أن الجورة اللي عندي أو الحفرة اللي عندي اللي أنا بجهزها لزراعة الشجرة أو الشجيرة بتكون لها بعد بيختلف على حسب مجموعة من المعيير منها نوع الطربة منها حجم الشتلة اللي بيتم نقلها أو حجم الشجرة اللي بيتم نقلها منها الآلة المستخدمة أو الإمكانيات المعدة عندي داخل المزرعة بإجراء عمليات الجور عندي مجموعة من الآلات بيتم استخدامها لإجراء عمليات حفر الجور هنشوف مع حضراتكم مجموعة من الآلات والأدوات المستخدمة في إجراء حفر الجور هنشوف مع بعض البريمة الميكانيكية دي بريمة بيتم تركيب مطور وبيتم استخدامها لحفر الجور لأعماق بتقريبا بتوصل إلى حوالي واحد متر هنشوف إزاي بيتم استخدام هذه البريمة في إجراء عمليات الحفر وحنلاحظ مع بعض معايير مهمة جدا وتكلمنا عليها مع حضراتكم خاصة بمعايير السلامة والصحة المهنية هنشوف مع بعض الجزء هنا قبل ما نبدأ في تشغيل الفيديو الخاص بإجراء عمليات الحفر لحظوا معايا العامل اللي واقف في إجراء عمليات الحفر هلاحظ إن هذا العامل ارتدى مهمات السلامة والصحة المهنية اللي أكدنا عليها مع حضراتكم أكتر من مرة وبنأكد عليها أولا عندي واق القدم المناسب للتنفيذ العملية عندي الأفارول وعندي أيضا الجوانتي أو القفاز وعندي واق الرأس وعندي إنه هو واخد مسافة الأمان المناسبة حتى لا تتطاير بقايا الطربة أو الجزء من الطربة أثناء إجراء عمليات الحفر وهلاحظ أيضا إنه هو لابس نظارة نظر حتى لا يتتأثر بالتناصر الأتربة ونشوف مع بعض كيف يتم تنفيذ هذه المهارة مع حضراتكم هنا بيبدأ يمسك البريمة بشكل جيد ويتحكم فيها باليدين وبيبدأ يضغط عليها ضغط جزئي حتى يتم حفر الجورة على البعد المناسب ثم يتم إخراج الآلة من الطربة وبكده يبقى أنا عملت الجورة بتاعتي لازم أصل إلى الحجم المناسب ثم يتم إخراج هذه الآلة من الأرض مرة تانية يبقى هنلاحظ هنا مع حضراتكم إن في المرحلة الأولى إن الآلة اللي عندي بيتم تجهزها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للتشغيل الحاجة التانية إن أنا برتدي مهمات السلامة والصحة المهنية بعد كده ببدأ في تنفيذ الخطوات المختلفة حتى يتم حفر الجورة وإخراج البريمة من الطربة لتجهيز الأرض ويكون بالشكل زي ما احنا شايفين الجور الصق يبقى هنا دي إجراء عمليات حفر الجورة باستخدام البريمة الميكانيكية في بعض الأحيان محتاج أعمل حفر أو جورة على أبعاد أكبر فأنا هحتاج مع بعض آلة أكبر شوية اللي هي البريمة اللي بيتم تركبها على عمود الإدارة الخلفي الخاص بالجرر حاللحظ هنا ارتفاع البريمة بيكون أكبر العرض بتاعي بيكون أكبر يبقى هنا البريمة دي هتكون مجهزة إلى عمل حفر على أعماق أكبر وحجم الجورة هيكون بحجم أكبر عمليات الأمان هنا للعامل بتكون أكبر لأنه بيكون بعيد كل البعد عن الآلة المستخدمة في إجراء عملية الحفر نشوف إزاي بتم تنفيذ هذه العملية هنلاحظ مع بعض أنه بيبدأ بإنزال عمود الإدارة الخلفي الخاص بالجرر وبيبدأ هنا معايا أن الآلة بتنزل بتحفر جزئيا وبيبدأ يزود سرعة الجرر لزيادة عمليات الحفر أو زيادة الأعماق إلى العمق المناسب زي ما احنا شايفين قدام حضلاتكم هيبدأ يزود السرعة عشان يؤدي إلى حفر الجورة بالعمق المناسب هنلاحظ أن البريمة بتخرج الطربة اللي بيكون فيها نسبة رطوبة إلى الجزء الخارجي وده بيبين عندي اختلاف لون الطربة اللي موجودة عندي اللي موجودة في بطن الطربة من الطربة السطحية بيصل إلى العمق المناسب ثم يتم إخراج البريمة من الحفرة وبكده يبقى أنا جهزت الحفرة بتاعتي بلاحظ برضو هنا أن البريمة عندي بيتصل إلى الحجم النهاي أو العمق المناسب ثم يتم إخراجها مرة واثنين وبكده أضمن أن الحفرة اللي عندي تم حفرها بشكل جيد يبقى هنا في الجزء الأول هلاحظ هنا في حاجة مهمة جدا جدا لإجراء عمليات الحفر هنا لحظوا معايا أن في جورة سابقة تم تجهزها الجورة دي بعدها هنا في مسافة بين الجورة والأخرى اللي بيحدد هذه الأبعاد نوع الأشجار اللي حيتم زراعتها نوع الطربة اللي حيتم زراعتها العمر اللي حيكون فيه هذه الأشجار اللي حيتم نقلها إلى هذه الحفرة أو لهذه الجور بيكون أشجار كبيرة العمر أو أشجار صغيرة العمر أنا أكد تاني ما حضرتكو أن بيتم تحديد أبعاد الجور أنا بحدد للعامل الفني الأبعاد اللي حيتم عليها عمليات الحفر حاكد له على الأماكن اللي حيتم حفرها لأن اللي عندي فيه مساحات بتكون بين الشجرة والأخرى دي بتختلف حسب نوع النباتات عندي أيضا ممكن نظام الزراعة أو نظام الغرس في الأشجار وده هنشوفه فيما بعد بيحدد لي المسافات اللي موجودة بين الجور وبعضها هلاحظ أن عمليات الحفر بتكون بعيدة عن خطوط الري اللي موجودة ونواتج الحفر بتكون موجودة بجوار الأرض أو جوار الجورة لأن ناتج الحفر ده بعد كده بيتم استخدامه في خلط الطربة أو خلط الأتربة أو خلط الأسمدة والبلدية والأسمدة الكيميائية ثم يتم إعادة وضعها فيه الطربة بعد تشمسها يبقى الطراب اللي بيطلع في ناتج حفر أو الرمل اللي بيطلع كناتج الحفر بيتم استخدامه بعد كده في تثبيت الشتلة اللي حيتم زراعته يبقى أول آلة من الآلات اللي عندي هي الآلة البريمة سواء كانت بريمة نصف آلية أو آلية باستخدام الجرار هلاحظ هنا أدي أرض طبقة تجهزها والجوار بتاعتي بيكون جنبها الجزء الخاص بالطربة مع السماد البلدي اللي بيتم بعد كده تقليبهم التقليب الجيد ثم يتم ردم جزء للطربة وبعد كده بيتم وضع الشتلة في هذه الطربة وإعادة زراعتها مرة تانية الجزء التاني أنا ممكن بدل ما أعمل عملية حفري للجورة بأعمل الأرض بتاعتي بيتم تجهزها في صورة خنادق يبقى لو عندي كميات الأسمدة المتاحة سواء كانت أسمدة بلدية أو أسمدة كيميائية حيتم وضع وخلط أسمدة خاصة بكل شجرة لوحدها يبقى أنا هعمل حفر وهذه الحفر بيتم خلط ناتج الحفر اللي عندي في الأسمدة الكيميائية والأسمدة البلدية بعد تجفيف الطربة للناتج عملية الحفر وإعادة وضعها في الحفر مرة أخرى الحاجة التانية أنا ممكن أعمل خندق بطول الأرض هذا الخندق العرض بتاعي بيكون عرضه من واحد لواحد وربع متر وبيكون على عمق من خمسين إلى سبعين سنتي وأيضا بتترك هذه الخنادق معرضة لأشعة الشمس لو أنا اتكلمت على خندق بعرض من متر إلى متر ونص وعمق من خمسين إلى سبعين وبطول الحقل اللي عندي حسب المساحة المزرعة اللي موجودة يبقى أنا هحتاج آلات حفر بتختلف عن الآلات المعدة باستخدام الجوار العادية ودي غالبا بيتم فيها استخدام الحفرات ذات الأبعاد المناسبة هلاحظ هنا أن العرض اللي عندي من متر إلى متر وربع والعمق بيكون من خمسين إلى سبعين سنتي وأيضا يتم وضع ناتج الحفر بجوار الخندق هلاحظ عندي أن الخندق اللي عندي بادئ من بداية الحقل لنهايته أو بداية المزرعة لنهايتها وبيكون عندي أيضا الخندق ده في شكل مستقيم بعد شوية بعد جفاف الطربة اللي تم استخراجها من هذا الخندق بيتم خلط فيها الأسميدة البلدية والأسميدة الكيميائية ثم يتم إعادة الزراعة فيها مرة تانية يبقى عند الأرض اللي عندي ممكن أجهز الطربة في صورة جور أو في صورة حفر أو ممكن يتم تجهيز الأرض اللي عندي في صورة خنادق بطول الأرض ده بيختلف على حسب المساحة اللي عندي لو عندي مساحة أكبر وألات أكثر تطورا يبقى أنا بشتغل هنا على الخنادق لو الإمكانيات اللي عندي إمكانيات أكبر لو الإمكانيات أقل شوية بستخدم عمليات الزراعة أو تجهيز الأرض في حفر أو جور وبيتم أيضا حفر هذه الجور إما بصورة يدوية لو عندي المساحة اللي عندي مساحات أوليلة وتوفر الأيد العاملة أو بيتم عملها بصورة آلية أو صورة نصف آلي بعد كده حلشوف مع بعض مسافات الزراعة لاحظوا أنا شغالين وقلنا إن أنا هعمل تحديد لأبعاد الخنادق وهعمل تحديد لأبعاد الجور وأنا اللي بحدد أنا كعامل فني مع المهندس المشرف بيتم تحديد الأبعاد المناسبة لإجراء عمليات الحفر لأبعاد الجور المختلفة يبقى أنا هرجع للمعايير اللي بتوضح لي إمتى أخلي المسافة الزراعة 3 في 3 إمتى أخليها 2 في 3 إمتى أخليها 2.5 في 3 إمتى أخليها 5 في 5 وإمتى أوصل مسافة الزراعة ما بين النبات والتاني إلى 10 في 10 متر يبقى أنا عندي مجموعة من المعايير اللي من خلالها أقدر أحكم وأنا بجهز البستان بتاعي أو أرض البستان بتاعتي إن أنا بحدد أبعاد الزراعة بيتم تحديد أبعاد الزراعة على حسب رقم واحد نوع التربة كلما كانت الأراضي اللي عندي أراضي أكثر خصوبة حلاحظ إن المسافات الزراعة يبقى الأراضي اللي عندي إذا كانت أراضي عالية الخصوبة حيكون مسافات الزراعة مسافات إيه؟ مسافات أكبر يعني المسافة بين النبات والتاني بتبقى أكبر إيه السبب؟ إن الأرض اللي عندي لما تبقى أراضي عالية الخصوبة فبيكون عندي فرصة إن الأشجار اللي عندي تاخد أحجام أكبر يبقى الأرض أكثر خصوبة مسافات الزراعة هيأصل لها إيه؟ حتزيد نركز مع بعض إن الجزئية دي مهمة جدا جدا لإنها وارد إن هي تكون أحد المعارف اللي بتم تقييم حضرتك عليها في التقييم النهائي في سنة ثالثة وللجزء داني أني بنقول إن شغلنا مع بعض مرتبط من أول ما ناخد أول وحدة في الفصل الدراسي الأول في الصف الأول لآخر وحدة حيتم دراستها في نهاية الفصل الدراسي التاني في الصف التالي كل شغلنا مرتبط ببعضه كل شغلنا متلاحم معلوماتنا ومهاراتنا مرتبطة مع بعضها ارتباط وسيق يبقى هنا أول حاجة بدور عليها وأنا بحدد أبعاد الزراعة وأبعاد الجوار نوع الأرض اللي عندي أو نوع التربة كلما كانت التربة أكثر خصوبة مسافات الزراعة هتبقى مسافات أكبر الحاجة التانية نوع المحصول الشجرة اللي هيتم زراعتها هل هي أشجار كبيرة الحجم في عمرها النهائي أو أشجار صغيرة الحجم في عمرها النهائي هنقول مثال لحضراتكو وحضراتكو هتوضحوا لما جينا اشتغلنا على النباتات في الجزء الخاص في وحلة زراعة الأشجار لما جينا قدمنا الأشجار المتسقطة الأوراق والأشجار المستديمة القدرة هلاحظ أن دايما الأشجار المستديمة القدرة بتم زراعتها على مسافات أوسع من الأشجار المتسقطة الأوراق الشجرة المستديمة بتم زراعتها على مسافات أوسع من الأشجار المتسقطة الأوراق يبقى هيدا نوع التربة وعندي أيضا نوع المحصول هناجي نشوف مسافات الغرس حسب حجم الأشجار فيه أشجار صغيرة الحجم وأشجار كبيرة الحجم الخصوبة بتاعة التربة قلنا أن الخصوبة للأرض اللي عندي لو الأراضي اللي عندي أراضي عالية الخصوبة هازرع الأشجار اللي عندي على مسافات أكبر عمر الأشجار كلما كانت الأشجار أكبر عمرا بتم زراعتها على مسافات أكبر الأصول اللي عندي إذا كانت الأشجار اللي عندي مطعومة بتم زراعتها على مسافات أكبر من الأشجار الغير مطعومة وأيضا الظروف الجوية بتتحكم في مسافات الغرس هنشوف اول عنصر من العناصر حجم الاشجار الاشجار اللي بتصل الى احجام كبيرة بيتم زراعتها على مسافات كبيرة زي عندي المانجو من الاصناف القديمة بيتم زراعته على مساحات كبيرة بتصل في بعض الاحيان الى عشرة في عشرة متر وعندي ايضا اشجار نخيل البلح من الاصناف القديمة ايضا بتزرع على مسافات اكبر لو جينا ندور على نبات تاني من النباتات انا بقول انا حيتم زراعة نباتات عنب ونبات العنب بيكون نبات شجيري بيحتاج الى دعمات بتم تربيته بطريقة تربية تسمى التربية الخاصة هنعرفها لما نجي ناخد في وحالات الانتاج الخاصة بالفكهة المتسقطة الاوراق هلاحظ عندي ان شجرة زي شجرة المانجو هتزرع على مسافات ابعد من المسافات المعدة لزراعة اشجار او انشاء بستان من بستين العنب يبقى الاشجار الكبيرة الحجم في عمرها النهائي يتم زراعتها على مسافات ابعد معنى كده ان عند التخطيط لانشاء بستان لابد من دراسة مجموعة من المعايير اللي من خلالها بأحدد الابعاد اللي حيتم عليها حفر الجور وابعاد حفر الخنادق لتجهيز الارض لزراعة بايه لزراعة الشتلات يبقى انا بكون عامل تصور للصورة النهائية اللي حيكون عليها النبات في اخر شكل له في عمره الانتاجي قبل ما بعمل عملية الزراع حتى لا يتم خسارة جزء من الاشجار وجزء من الشتلات اللي موجودة عندي ان لو عندي شتل حجمها في الصورة النهائية حيكون حجمها كبير وبيتم زراعتها على مسافات قليلة فانا بلاحظ عندي تشابك الاغصان بيحصل عندي زيادة في الكسافة النباتية بوجود الكسافة النباتية الاكبر بيؤدي الى اصابة الاشجار اللي عندي بالعديد من الامراض يبقى هنا اول حاجة بدور على حجم الشجرة في الشكل النهائي قبل ما زرح لان احنا لما بنيجي نزرع احنا بنزرع غالبا بيتم زراعة شتلات صغيرة الحجم ما هيش زي الشجرة في عمرها النهائي العنصر اللي بعد كده عمر الاشجار الاشجار المعمرة في عندي بعض الاشجار بتستمر في حياتها الى فترات اطول زي اشجار نخيل البلح والتين والزيتون عندي اشجار عمرها الانتاجي او عمرها بيفضل تكرار اعادة زراعتها زي اشجار الخوخ واشجار الكمترة فالاشجار اللي بتستمر فترة طويلة زي نخيل البلح ايضا بيتم زراعتها على مسافات ابعد غير الاشجار اللي بيكون عمرها الانتاجي قليل يعني بيتم اسمرها على عمر مبكر وبيتستمر في العطاء لفترة ثم ينصح باعادة زراعة البستان مرة تانية لو الاشجار اللي عندي بتديني عمر انتاجي اطول بتفضل عندي عطاءها مستمر لفترات زمنية طويلة فديت يفضل ان انا ازملها على مسافات ابعد يبقى نوع الاشجار حجم الشجرة في الشكل النهائي العمر اللي الشجرة بتمكسه فيه الارض الحاجة اللي بعد كده خصوبة التربة وضحنا لحضراتكم انما كلما كانت التربة اللي عندي اكثر خصوبة بيتم زراعة الاشجار على مسافات ابعد وكلما كانت الارض اقل خصوبة بقى قلل المساحة بين الاشجار وبعضها لان المساحة اللي بتشغلها الشجرة الوحدة بتكون على مساحة اقل من المساحة ان لو ان عند الارض اللي عندي اكثر خصوبة كلما كانت الارض اكثر خصوبة بتوفر فيها عناصر غزائية النبات اللي عندي بينمو بشكل جيد بيصل الى حجم اكبر فانا بسيب مسافة اكبر بين النباتات وبعضها يبقى الجزء ده بتم درسته بشكل جيد جدا اثناء تجهيز البستان لان الخطأ فيه هيؤدي الى خسارة كبيرة يا اما خسارة في شتلة تم شراءها وحزرعها في الارض وحيتم تربيتها ثم يتم الاستغناء عنها بعد كده لو انا كنت زرعتها في المكان الخطأ لاني ما درستش كويس ايه هي العوامل اللي موجودة او بتحدد لمسافات الزراع يبقى خصوبة التربة حجم الشجرة في عمرها النهائي نوع الشجرة اللي موجودة عندي الفترة الانتاجية بتاعتها فترة قليلة ولا فترة كبيرة عندي ايضا نوع الاصل في اصول قوية بتؤدي الى زيادة حجم النبات الاصل القوي بيكون افضل من الاصول المقصرة الاصول القوية حتؤدي الى انتاج نمو قوي ولما نوضح لحضراتكم حنرجع مع بعض تاني عشان نربط المعلومات اللي احنا اخذناها بالمعلومات السابقة اللي قبل كده فاكرين واحنا في وحدة الفصل الدراسي الاول لما جئنا نتكلم على طرق التكاثر اخذنا مع حضراتكم مهارة من المهارات اسمها مهارة التطعيم ان انا بعمل تركيب لجزء من النبات على اصل الاصل ده موجود في الطربة بيستفيد النبات من مميزات خاصة في هذا الاصل ان هو نمو الجزري قوي بيستطيع التغلب على العوامل البيئية الغير مناسبة لو عندي الاراضي بتاعتي اراضي ملحية عندي اراضي مفككة البناء عندي عوامل غير مناسبة فنبات ازرع عندي مثلا وليكن اراضي فيها عرضة للاصابة بالنماتودة فالاصل اللي عندي بيكون اصل مقاوم للاصابة بالنماتودة فالنبات اللي عندي الاصل نبات قوي او اصل قوي حيقدي الى الى توفير الوسط المناسب لنمو النبات بشكل اكبر فيه حيقدي الى في النهاية الى شجرة حجمها اكبر لفلما اجي ازرع اشجار مطعومة على اصول قوية حزرح على مسافات ابعد ان لو كنت زارع اشجار مطعومة على اصول مقصرة حزرح على مسافات اقل يبقى الدراسة النظرية للجزء الخاص بالمعارف حيؤدي الى جولة تنفيذ المهارة بشكل اكبر نيجي بعد كده للظروف الجوية الظروف الجوية كلما كانت الظروف الجوية مناسبة لنمو النبات حيؤدي الى نمو النبات بشكل افضل وبالتالي نمو يصل الى الحجم الانتاج بشكل اكبر ويؤدي الى نمو شجرة بشكل اكبر فزرح على مسافات ابعد عايزين نشوف مع حضراتكم بعض الامثلة لبعض مسافات الزراعة الخاصة ببعض النباتات وحأكد لحضراتكم معلومة مهمة ان هذه المسافات مسافات استرشادية لانها تختلف من نبات الى اخر وتختلف حسب مجموعة المعايير اللي اتكلمنا عليها مع حضراتكم وحسب نوع الطربة حنقول نموذج متوسط لمسافات الزراعة لكل نوع من انواع النباتات نشوف مع بعض اول حاجة نخيل البلح نخيل البلح بيعتبر من الاشجار الكبيرة الحج الاشجار المعمرة الاشجار المستديمة الخضرة نشوف كده احنا جلنا كم معيار اخدنا مع حضراتكم ثلاث معايير شجرة مستديمة الخضرة شجرة عمرها الانتاجي بيستمر فترة كبيرة شجرة نموها قوي فهنلاحظ ان مسافة الزراعة اللي عندي من عشرة في عشرة متر يعني بين كل شتلة والتانية في البستان اللي عندي عشرة فعشرة متر يعني الشتلة اللي عندي بتاخد مساحة حوالي ميت متر مربع ومعنى ان اقول ان الشتلة بتاخد مساحة ميت متر مربع من مساحة الفدان اللي كان مساحته اربعة تلاف ومتين متر مربع معناها ان الفدان اللي عندي لما اجي اجهزه لزراعة نخيل البلح حجيب تقريبا حوالي خمسين شتلة يبقى الفدان من الأصناف الكبيرة من نخيل البلح بكون مجهز حوالي خمسين شتلة من أشجار نخيل البلح اللي حيتم زراعتها لأن أنا حجهز في الأرض بتاعتي بالضبط حوالي أربعين جورة أو أربعين شتلة والباقي ده حيكون احتياطي لإجراء عملية الترقيع إذا حصل عندي مشكلة في الجوار السابق يبقى لما أقول أن النخيل البلح حيتم زراعته في عشرة في عشرة متر يبقى هنا الشتلة الوحدة في عمرها النهائي هيكون بتاخد عندي عشرة في عشرة بمية يعني هتاخد مساحة ميت متر مربع بشوف مساحة الفدان اللي احنا دلسناها مع حضراتكم وعرفناها أن الفدان بيكون عندي مساحته أربع تلاف ومتين متر مربع الأربع تلاف بياخد أربعين شتلة والمتين عندي تقريبا لو قلنا المتين على مية باتنين يبقى أنا بتكلم على اتنين واربعين شتلة لو طلعنا مع بعض المساحات المخصوصة للبتون والحدود اللي موجودة للبستان اللي عندي يعني غالبا الفدان من أشجار نخيل البلح الكبيرة اللي بتم زراعتها بكون عندي أربعين شتلة يبقى حددت عرض الشتلات يبقى أنا حددت مساحات الجور وحددت المسافات اللي موجودة بين الجورة والتانية عشان يجرى عملية تجهيز الجور في الوقت المناسب يبقى نخيل البلح مساحة استرشالية بتم زراعته على عشرة في عشرة متر النوع التاني من الأشجار الزيتون هلحظوا أن أشجار الزيتون هي أشجار مستديمة الخضرة عمرها الإنتاج أقل من أشجار نخيل البلح فبتم زراعتها على مسافة أقل نوعا ما بتكون زراعتها على مسافة سبعة في سبعة متر النوع اللي بعد كده أشجار الحمضيات ولما نقول أشجار الحمضيات مهندس زراعي فني شغال معانا لازم نتعرف على مجموعة النباتات وإحنا مشيين لكي نصل إلى مرحلة الإنتاج يكون عندك حصيلة من المعارف الخاصة أو المعارف النباتية لما نقول أشجار حمضيات أو الموالح دي مجموعة كبيرة من النباتات لها تصنيفات كبيرة هنقول منها بشكل عام ودي جزء قدمنا له لما جينا تكلمنا على الوحدة الخاصة بزراعة أشجار الفكهة إن الحمضيات أو الموالح فيها مجموعة الليمون المختلفة الليمون المالح والليمون البلدي والليمون الأضالية مجموعة البرتقال في منها البرتقال الصيفي والبرتقال أبو سرة والبرتقال السكري واليفاوي والحموي وعندي مجموعة النارنج بأنواعه مجموعة الفكهة الصغيرة الحجم زي كومكوات كل دي نوعيات تبع قسم الحمضيات هلحظ أن الحمضيات اللي عندي بيكون حجمها أقل من أشجار الزيتون وبناء عليها بيتم زراعتها في مساحات أقل فبتكون المسافة بين النبات والتاني من خمسة في خمسة متر يبقى حنبدأ من أول أشجار النخيل اللي عمرها كبير وحجمها كبير ونموها أكبر فبزرحها في عشرة في عشرة متر لأشجار الحمضيات اللي نموها أقل حجما فبيتم زراعتها على مسافات بتصل إلى خمسة في خمسة متر وأيضا هناك أنواع بيتم زراعتها على مسافات أقل بتصل إلى 2 في 2 متر عندنا التفاح والرمان والموز أيضا من النباتات اللي بيتم زراعتها مثل تفاح متساقط الأوراق الرمان متساقط الأوراق بيتم زراعته على مسافة خمسة في خمسة متر بنصل إلى نباتات الموز ولما نقول نبات الموز ما بنقولش شجرة تفاح ما بنقولش شجرة موز ما بنقولش شجرة موز ليه بنقول عليه نبات وليه ما بنقولش عليه شجرة نبات الموز برضو ما ينفعش أن مصطلحاتنا لأن إحنا شغالين بأيدينا في مجال الإنتاج الزراعي على دراية أكبر من الناس اللي شغالة في مجال الإنتاج الزراعي وليس لديهم الحصيلة العلمية اللي احنا أخذناها داخل مدارسنا بنقول نبات الموز وبنقول شجرة تفاح إيه اللي بيخلينا أقول شجرة تفاح وقول نبات الموز نبات الموز اللي احنا بنشوفه لما نيجي ناخد في عملية التركيب اللي هتيجي بعد كده لما نيجي نتكلم في وحدات الإنتاج هلاحظ أن تركيب نبات الموز عبارة عن جزر وساقزني وساق كاذبة هي عبارة عن أعناق الأوراق الملتفة ونصل الورقة اللي أنا شايفه يبقى الساق اللي أنا شايفها دي اسمها ساق الكاذبة وهي تتكون من التفاف أعناق الأوراق على بعضها ونصل الورقة اللي أنا بشوفه يبقى فيه الورقة لها نصل ولها عنق بيلتفوا على بعض عشان هو يكون الهيكل بتاع الساق الكاذبة لنبات الموز يبقى خلينا نقول مع حضراتكم ان مسافات الزراعة بتختلف من نبات الى اخر حسب مجموعة كبيرة جدا من المعيد هنشوف مع بعض الحكم على مواصفات الجور زرعنا جورة او عملنا جور لازم اشوف لهذه الجورة العمق المناسب الطول المناسب العرض المناسب ارجع لحضراتكم نقول انا هعمل تقرير من خلاله هحكم على جودة حفر الجور هلاحظ في الجورة عمق وحلاحظ في الجورة طول وحلاحظ في الجورة عرض يعني انا بتكلم على تلات ابعاد هنا في اراضي المزارع المختلفة داخل مدارس الزراعية على مستوى الجمهورية هلاحظ ان نوعيات الطربة بتختلف من ارض الى ارض يبقى هنا واحنا بنتضرب على اجراء عمليات حفر الجور يفضل داخل مدارسنا توفير مساحات من الاراضي مشابهة للمساحات الخارجية بمعنى لو انا ارضي الارض الخاصة بالمزارع اللي بتم فيها تدريب الطلبة هي اراضي طميية او اراضي طينية ما فيش ما يمنع ولكن يجب ان يكون هناك مساحة بتم اعادة تجهزها بطربة رملية لتنفيذ المهارات العملية الخاصة علي الطربة الرملية يبقى انا اعرف شغلي في الاراضي الطمية بتم ازاي واعرف في الاراضي الرملية بتم ازاي وبالعكس اذا كانت الارض اللي عندي طربة او مساحة المزرعة اللي موجودة فيها المدرسة اراضي رملية فبلاحظ عندي هنا النموذج من الطربة بيكون عندي طربة طينية داخل المزرعة بما يساعد على تنفيذ المهارات المختلفة داخل هذه الاراضي يبقى انا هتكلم على عرض جورة هتكلم على عمق جورة هتكلم على طول جورة وحنقول بتتراوح من خمسين سبعين تمانين لحد متر يبقى انا في سبعين تمشي خمسين في سبعين تمشي سبعين في تمانين تمشي خمسين في خمسين في عمق متر تمشي بتختلف حسب طبيعة الطربة وطبيعة النباتات اللي حيتم زراعتها وجودة الزراعة ونوع الاصل ونوع الطعم وحجم النهائي وعمر الشجرة كل هذه العوامل بتكون قدام حضرتك وانت بتحكم على جودة حفر الجور اللي موجودة عندي الجزء التاني على الخاص بالخنادق وضحنا ان انا بتم زراعة النباتات اللي عندي في خنادق كل خندق من الخنادق ليه طول وليه عرض وليه عمق وضحنا ان الخنادق اللي عندي بيكون عرضها من متر الى متر وربع والعمق الخاص بيها من خمسين الى سبعين سنطي وبيتكون موجودة بطول الارض اللي موجودة عني يبقى حضرتك لو عندك مزرعة او بستان تحت الانشاء تم حفر الجور وتم حفر خنادق فيه هي المعايير اللي من خلالها تقدر تحكم ان الجور اللي عندي تم حفرها بصورة جيدة والخنادق اللي عندي تم حفرها بصورة جيدة انا حراعي الطول وحراعي العرض وحراعي العمق حسب مجموعة المعايير اللي احنا وضحناها لحضراتكم الجزء ده كده واضح واكدنا عليه اكتر من مرة وبنأكد ان المعايير دي معايير بتختلف حسب مجموعة من العوامل المختلفة طبيعة الارض طبيعة النباتات والعوامل الاخرى هنجي نشوف مع حضراتكم الجزء الخاص بمعايير مراجعة المعايير الخاصة بالوحدة لمتابعة حفر الجور والخنادق قولنا ان عملية الحفر الجور والخنادق بتم مراعطها او مراجعتها من خلال تقارير والتقارير ده بيتم الحكم عليه من خلال بطاقة مراجعة بعد كده المعيار الخاص باضافة الاسمدة عند عدد الارض وعندنا نوعين من الاسمدة الاسمدة العضوية والاسمدة الكيميائية هنرجع مع حضراتكم الجزء الخاص بمسافات الزراعة عندي نخيل البلح قولنا نموذج استرشادي بناخد 10 في 10 متر الزيتون بيزرع على مسافات 7 في 7 متر واشجار الحمضيات بيتزرع في 5 إلى 5 متر وزيهم زي التفاح والرمان لوصولا الى نباتات الموذ اللي بيتم زرعتها في مسافات اقل مبدئيا هنشوف مع بعض بعض الأمثلة وبعض المساحات اللي بيتم زرعتها طبقا للمعايير اللي تم دراستها أول حاجة وضحناها لحضراتكم عند الحكم على جودة مسافة الزراعة قولنا نوع الطرب هنشوف لو انا هتكلم على زراعة في الاراضي الرملية وزراعة في الاراضي الطمي لو جينا عندي ارض طانية وارض رملية طبقا للمعايير السابقة اللي احنا وضحناها لحضراتكم هلاحظ ان الزراعة في الاراضي الرملية هتكون على مسافات اكبر ولا اقل من الزراعة في الاراضي الطينية نقول تاني طبقا للمعايير اللي احنا وضحناها لحضراتكم لو انا هجهز بستان لزراعة اشجار الفكهة ونباتات الزينة في الحقل المكشوف بيكون مسافة الزراعة اللي موجودة بين الاشجار وبعضها او بين الشجيرات وبعضها في الاراضي الطينية والاراضي الرملية مسافة اكبر ولا مسافة اقل هلاحظ ان الزراعة في الاراضي الرملية هيتم زراعتها على مسافات اقل من المسافات اللي معد لزراعة النباتات في الاراضي الطميه زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم الاراضي الرملية بتكون مسافة زراعة غالبا متوسط المسافة في خمسة في خمسة متر وفي الاراضي الطينية بتكون مسافة الزراعة سبعة في سبعة متر بالنسبة للأشجار المتقزمة لو عندي نبات واحد زي أصناف المانجو الحديثة هناك بعض الأصناف التي تم استحدثها ودخلها المصر لبعض الأصناف ومنها أشجار المانجو تسمى تجاريا بأصناف الأجنبية ومنها أصناف المانجو الكيت هذه الأصناف حجم الأشجار اللي عندي حجمها صغير مما يؤدي إلى زراعة الأشجار على مسافات بتتروح من 2 إلى 2.5 متر يبقى مسافة الزراعة اللي عندي بتختلف حسب نوع الشجرة اللي موجودة عندي في حالة أشجار المانجو المطعومة هللاحظ عندي أن مسافة الزراعة بتصل إلى سبعة في سبعة متر أو خمسة في خمسة متر نخيل البلح زي ما احنا وضحنا لحضراتكم بيتم زراعته من 10 إلى 10 متر وبيتقل المسافة في حالة الزراعة في الأصناف الجديدة لسبعة في سبعة متر ونباتات الموز بتصل في بعض الأحيان في الأراضي الجديدة إلى الزراعة في مسافة 2 في 2 متر باستعراضنا للجزء ده من المهارة الخاصة بالحكم على جولة زراعة أو تجهيز الأرض بحفر الجوار وحفر الخنادق خدنا مع بعض الحكم على جولة حفر العداد الأرض لزراعة أشجار الفكهة ونباتات الزينة في الحقل المكشوف والزراعات المحمية وحدتنا لسه مستمرة فيها مجموعة من المهارات فيها مجموعة من المعارف نوعدكم بحلقات أخرى نستكمل فيها باقي المعارف وباقي المهارات الخاصة بهذه الوحدة دعواتنا لحضراتكم بالتوفيق والنجاح شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة